سورة التكوير الآية تسعة وعشرين وما التفت جيدا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين عجيب أنا أريد أن أشاء لابد من يكون إشاءته معي من إشاءة الله مو يخلقني ويقدرني على الإشاءة لا مشيئته مع ماذا مع مشيئتي وما تشاؤون شوفوا التفت جد العبارة دقيقة بعد قرآن مولانا كلام الله ينسب الإشاءة لتشاؤون ولكن مع ذلك في هنفي وما تشاؤون يعني إذا نظرت إليها يقول مشيئتي ولكن هذا ينفي مشيئتك أو لا ينفي مشيئتك ولكن تنفي مشيئتي أو لا تنفي مشيئتي في عين مشيئتك ومشيئتك في عيني مشيئتي وما تشاؤون إلا أن يشاء الله فإذا شاء شئنا أما إذا لم يشأ يعني إذا أقدرنا على المشيئة هسا انظروا عزائي شوفوا الإنسان من يفسر فرشي يلتزم بلوازمه انظروا الآن ماذا يفسر سيد الخوئي مولان الرواية الهاي الآية المباركة انظروا عزائي شوفوا يقول في صفحة 94 عزائي منها قوله تعالى وما تشاؤون إلا أي شاء الله حيث أثبت أنه لا مشيئة للعباد إلا بمشيئة الله تعالى وهذا تكرار للجملة نفسه مضمونها تفسيرها شنو انظر كيف يفسرها يقول ومدلول ذلك كما مضى أن مشيئة الله لم تتعلق بأفعال العباد وإنما تتعلق بمباديها كالحياة والقدرة وبطبيعة الحال إن المشيئة للعبد إنما تتصور في فرض وجود تلك المبادئ يعني قريب وبعيد بينهم وبين الله وين موجود في الآية مشيئته تعلقت بمبادئ الحياة والقدرة ومشيئة تعلقت بالفعل هذا وين موجود في الآية المباركة هذا التقدير من أين جاء من أين جاء التقدير جاء من ذلك لأنه هو فسر الأمر بين الأمرين ذاك التفسير فاضطر أن يحمل الآية على تفسيره بدل من تكون الآية منبهة على بطلان ماذا؟ على بطلان ذلك التفسير لا جعل تفسيره دليلاً ماذا؟ على التقدير في الآية لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يقرب ذاك التفسير الذي نحن أشرنا إليه وهو الوجه الخامس يقول معناه ومدلول ذلك أن مشيئة الله لم تتعلق بأفعال العباد مع أن الآية تقول وما تشاؤون إلا أن يشاء يشاء ماذا؟ يشاء المبادئ من أين؟ أنا عندما أشاء أشاء ماذا؟ أشاء المبادئ له أشاء فعلي ها؟ يعني مشيئته متعلقها ما هو؟ فعلي خل مشيئة الله متعلقها ما هو؟ نفس الفعل من أين تقول مشيئة الله بالمبادئ ومشيئة الإنسان ماذا؟ بالفعل مع أنها ماذا؟ لم تذكر في الآية هذا خلاف ظهور الآية المباركة ماذا؟ ما؟